المنير في النشاط العلمي للسنة الرابعة نحن في الوحدة الثالثة من دروس الأسدس الأول ونحن على مقربة من إنهاء دروس الأسدس الأول نحن في الحصة السابعة الموضوع اليوم هو التكاثر عند النباتات جوج سبق أن تطرقنا في الحصة السابقة إلى التكاثر عند النباتات واحد باستعمال طرق أخرى مثل الإفتسال والبراعيم واستعمال مثلا لرانات البطاطس بالنسبة لنبتة البطاطس اليوم سنرى طريقة أخرى للتكاثر وهي عن طريق الساق الجارية الساق ما يسمى بطريقة الساق الجارية إذن ننتقل إلى سبحة 47 من كتاب المونير إذن هدف هذه الحصة أن يصف المتعلم التكاثر عند النباتات بواسطة الساق الجارية وبواسطة البوضل إذن أولا ألاحظ وأتساءل إذن هناك نلاحظ في الصورة أن تمرت الفرولة إذن هذه التمرة تمر بطبيعة الحال بعدة مراحل إذن تكون عبارة عن نبتة صغيرة ثم باستعمال هذه الساق الجارية هذه الساق الجارية تنمو وتعطينا تمار وتعطينا تمار وبودورت كذلك إذن التساؤل المطرح اليوم هو إذن كيف تمكن هذه الطريقة من الحصول على نباتات جديدة طريقة من الحصول على نباتات جديدة إذن نفترضه الافتراض الذي سنفترضه هو أن هذه الساق الجارية تمر أو لا تنمو أفقيا بظهور عدة نباتات نباتات جديدة نباتات جديدة أعرف ما هذا موقع هذه نباتة الأم وهذه نباتة أخرى وهذه نباتة أخرى وهذو حظة للساق الجارية عجيب هذا هو مفهوم هذه الساق الجاري كانت لدينا نباتة الأم ومن بعد تأتي نباتة أخرى ثم نباتة أخرى وبيبدا تخرج نباتة وبالتالي هذا نباتات تكبر ستعطينا الطمار بداخلها بذور ننتقل إلى الإنجاز تتوفر بعض النباتات على ساق جارية تنمو على سطح التربة مثل نبات الفراولة وتمثل الوثيقة أعلى مراحل تكاثر هذا النبات إذا اذكر مصدر النبتة 2 ، إذا أذكر المصدر النبتة 3 هنا من نبتة الأوم عن طريق السق Especially you have a peer-repeed نبتة واحد نبتة واحد و مصدر النبتة ثلاثة نبتة اثنان نبتة اثنان والنبتة ثلاثة نبتة اربعة نبتة اربعة نحن نخرجه في النباتات هذا هو الفهم الساق الجاري وضع معلومات جديدة نحن لم نعرفها سابقا إذا جيم استنتج أن جزء النبات الذي يتدخل في التكاثر عند الفراولة هو الساق الأفقية هذه الساق هذه الساق هي التي خلقت لنا هذا التكاثر إذا عند الفراولة هو الساق الأفقية الساق الساق الجارية النشاط الثاني النشاط الثاني تمثل الصورتان ثمارات وحبوب الدورة هذه حبوب الدورة وهذه الثمارة هذه البودور وهذه الثمارة كيف يتكاثر نبات الدورة؟ بطبيعة الحالة عن طريق البودور ليس بواسطة الساق أو بواسطة الدارانات أو بواسطة الافتسال بواسطة البودور والأصل كل نباتات تتكاثر بواسطة البودور أما هذه حالات خاصة للساق الجارية والإفتسال الدارانات للبراعين إذن تعلماتي الجديدة ما تعلمنا اليوم؟ يمكن أن يتكاثر نبات الفراولة عن طريق البودور نعم نعم هذا لا يعني أن الفراولة لا تتكاثر بالبودور تتكاثر إلى زرعنا الحبات والبودور ستعطينا نباتة ولكن ستعطينا نباتات أخرى بعد سقيها وبعد العناية وهذا شيء جميل إيجابي هذا سيزيد من حبات الفراولة نعم إذن ويستطيع كذلك التكاثر بواسطة ساق جارية تنمو تنمو أفقيا نعم تنمو أفقيا تسمح بظهور عدة نباتات جديدة عليها كما يتكاثر نباتة الدورة عن طريق البودور نباتة الدورة عن طريق حيث تعطي بدرات واحدة عددا أكبر من البودور إذن ننتقل إلى استمر استمر تعلماتي تمثل الصورة نبات النعناع إذن هذا النعناع هذا النعناع عنده السق جارية أضع كل اسم في الخانة المناسبة من بينما هذه الجذور الجذور هي هذه وهذه ساق أفقية وهذه أوراق خضراء إذن هذا الجذور هذه ساق أفقية ساق أفقية هي الساق بالنسبة للفراولة ثم أوراق خضراء ثم أفقية إذن ما هي طريقة التكاثر عندها هذه النباتة؟ الساق الجارية نعم الساق الجارية هي الطريقة إذن ما هي الطريقة من خلال الدرسين السابق والدرس اليوم ما هي الطريقة؟ أربع طرق البودور هي الأصل هي الأكثر طريق البودور هو التكاثر الأصلي وهو التكاثر الأكثر تواجداً وهناك طرق أخرى هي استعمال البراعيم والدرنة ثم الافتسال بالنسبة لبعض الأشجار ثم الساق الجارية هو الموضوع الذي نحن اليوم في موضوع التكاثر عند النباتات إذنان إذن ونكون قد انتهينا من هذه الحصة حول التكاثر ثم الساكاثر عند النباتات ترجمة نانسي قنقر